نظمت شركة الاستكشافات النفطية احتفالية لتكريم الفرقتين الزلزاليتين الثانية والسادسة لتمييزهم في تنفيذ عمليات المسح الزلزالي لبرنامج حيفا الذي اكتملت نسبة انجازه أكثر من 99% معنيون بيّنوا أن المشروع الذي يمتد بين محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار يعد من المشاريع المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني أنمار الفضلي المخاطر البيئية الناتجة عن حرق الغاز في الآبار النفطية وهدرها كانت سببا في اهتمام وزارة النفط من خلال شركة الاستكشافات النفطية لتطوير قطاع النفط الهايدرو كاربوني مشروع حيفا ثناء الأبعاد يمتد بين محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار يعد من أهم المشاريع النفطية المستكشفة من الفرقتين الزلزاليتين الثانية والسادسة التي تم تكريمها من قبل وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج للوزارة استراتيجية ورؤية تتطابق مع رؤية واستراتيجية الدولة والحكومة اليوم استراتيجية الوزارة هو الارتقاء بالطاقات الانتاجية على مستوى النفط والغاز انهاء ملف الغاز المحروق البحث عن التواجدات الغازية في مختلف بقاع البلاد لغلق ملف استيراد الغاز اليوم هذا الانجاز يعتبر انجاز كبير حقيقة بالنسبة لوزارة النفط انهت الفرقتين الثانية والسادسة منطقة المسح الزلزال الثناء الابعاد لمنطقة حيفة ما بين محافظة النجف الاشرف وما بين محافظة الانبار لدينا عمل كبير وجهود كبيرة في وزارة النفط اليوم احنا شرعنا بالجولتين ملحق الجولة الخامسة وملحق الجولة الساسة للبحث عن التواجدات الغازية شركة الاستكشافات النفطية اكملت 11 موقعا جاهزا ومعدا للاستكشاف النفطي والغاز لتكون هذه المواقع خير داعم للاقتصاد الوطني وتعمل على الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد الغاز لدعم المنتوج الوطني والحد من ازدياد عمليات التلوث البيئي والامراض الناتجة من حرق الغاز في الابار النفطية بالنسبة لمشروع حيفا هو احد المشاريع ال 11 الغازية التي تم تخطيط لها من قبل شركة الاستكشافات النفطية وهذه المشاريع ال 11 سوف نقوم بتنفيذ عمليات المسوحات الزلزالية واحدة تلو الأخرى هذه المشاريع الزلزالية لها اثر كبير على الاقتصاد العراقي وبالخصوص بالنسبة للغاز كما تعلمون ان الغاز يعاني العراق من قضية مسألة الغاز وخاصة بالنسبة للغاز المحروق والغاز المنتج فنحن بهذه الاستكشافات لهذه المشاريع الرائدة والمشاريع المهمة سوف نقوم بدعم الاقصاد العراقي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية الاقتفاء الداخلي او حتى التصدير الى الدول الجوار برنامج حيفا الاستكشافي والذي تسعى من خلاله وزارة النفط الى انهاء ملف حرق القاز واستخدامه بالطاقة النظيفة من منطقة النخيب لقناة كربلاء الفضائية انمار الفضلي